أصوات على أن هذه العرضة هنا فتصتح بهم فتصتح من الأب وجدت أصوات مزوجة أو مفتولة أصوات مفتولة المساعدة ومفتولة أصوات مزوجة ومفتولة ومفتولة ولدا مستشارات موضوع لأنهم نتواجد وليدات البلد أجنابي وما ترجعش. فالطاليق يلاسق الخبار بأن الأم ستأخذ الوليدات وما ستترجعش. يمكن أن يطلب رأيس المحكمة في إطار استعجالي باش يصدر واحد القرار دي المنع ديالها من الخروج من الحدود المغربية. أما إلا كان غادي تخرج باش تدوز عطلة وتجيبه أو غادي تخرج دير زيارة عن طبيب على برة مثلا وغادي ترجع أو زيارة الأهل وترجع. فهذا من حقا ومن حق. من حق حتى الكتفل أيضا. يسافر. فأي ممارسة عكس هذا فهي تضرب عرض الحائط للمواتق الدولية والدوصل المغربين. إذن الإخسان رائع له هو المصلحة الفضلة للتفل. أما المبدأ هو حرية تنقل. يمكن في الممارسة الناس يخلطوا بين المسألة التي تعلقها جوال السفر للقانون. الآن يقول بأنه خاص الإدن للأب لكي تدير جوال السفر للأم في الحاضنة. إذا أريد تأشيرها خاص الإدن للأب. ولكن لا تقول في القانون إذا أريد تخرجه خاص الإدن للأب. أو للأب إذا أريد تخرجه خاص الإدن للأم. وحتى هذه النصوص خاصة تغيير. وفي الممارسة الأم لكي تدير جوال السفر للأوليد. وكيبقى الزوج أو الطاليق. الطاليق مشي يعني الأب يبدأ يبتزها ويقول لها لا. لابغيتي نعطيك الرخصة للباسبور للجوال السفر. غا تديري كدولة تتفعلي كدولة تديري كدولة. قد تمشي عند رئيس المحكمة وكتلب منه رخصة وكيستطيع القرار دياله. في ثلاثة أيام والأربع أيام كيستطيع القرار دياله وتعطيها لأنك تدير جوال السفر. نفس الشيء بالنسبة للتأشيرة. وإلى منعهم السفر أنا سأقول لك ما هو السبب تخسير رئيس المحكمة وليك يأدم. إذن إذا كان عندنا نص قانوني اللي يمنعه. ألنش أن نرجع رئيس المحكمة؟ بالقانون هذه كل منع. فهمت؟ نعم شكرا دكتور لا وجودة لنص قانوني إذن يمنع السفر للأم ورفقات الولدات ديالها بموافقات ديال الأب. شكرا على معلومات اليوم.